بمولد النبوة اليرموك المعركة الأولى الهائلة العظيمة على دولة حدودها من الشرق الأوسط إلى إنجلترا أي دولة الرومان إلى كل أوروبا فالإسلام في شخص خالد ابن الوليد وبيجيه 35 ألف أمام جيش 250 ألف ومع الفارق الهائل في السلاح سلاح الإسلام والمسلمين ضعيف وعدد قليل وميزانية المالية فقيرة هناك كله بعكس العكس استطاع الإسلام الحقيقي الحي المولود في نفوسهم في قلوبهم بنور الله في نفوسهم بأخلاق الله في عقولهم بحكمة الله في علومهم بعلوم القرآن كانت معركة ست أيام لأنها عروبة مع إسلام حقيقي حي إسلام العلم والحكمة والتزكية رجل خالد ما أعمل انقلابه ولا غضب وصار جندي عادي بعدما كان القائد الأعلى جندي عالي ما فرقت معه قالوا له ليش ما جعلت لازم تترك قال ليش أنا أقاتل لعمر أنا أقاتل في سبيل الله ما كان هم الدنيا لا جاها ولا نفسيا ولا ماليا ولا إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مقلوب معركة الكسرى سعد سعد كمان أنهى المعركة بأقل من هذه المدية بثلاثة أيام وكسرى وما أدرات أي شرق والغرب فالآن لا يحتاج الإسلام إلى الحرب يحتاج إلى الحوار لأن كل أمم العالم الآن تبحث عن الحقيقة وتشعر بالجوع الروحي البارحة زارني قائم بأعمال السفارة الفرنسية وقع عندي ساعتين في حديث طويل شكى إلي الجوع والخواء الروحي في الغرب أنه رغم كل تقدم المادة وكل ملاذ المادية يشعر بشقاء وتعاسر قالوا عندكم في الشرق الأوسط عم لاحظ إقبال الشباب في كل البلاد في كل البلاد حتى في العالم الإسلامي في إقبال الشباب أدى نداء إلهي وصوت رباني وإذا الله بيطال عشان مسحزة عشان بيرجعها إن الله يأتي بالشبس من المشيخ فأتي بها من المغرب الأحسن الوحل لا يعادي الله ولا يناطح الله ولا يقعب معركة مع الله لأن واحد ينتصر على الله الذي يحارب الله ينهزم فخلينا مع الله ولكن بشكل كمان في جانب الله يكونوا عقلانيين يكونوا مع الله بحكمته يقضوا بنبيه ورسوله وقرآنه فبده من الحياة الروحية في حديث صويل إلى آخره وذا رأيته في العالم الشيوعي والاشتراكي والغربي